نقل الجنرال المتقاعد حسين بن حديد من سجل الحراشي للمستشفى صراحة قلنا كثير من مرة أنا شخصيا قلت بأن لدينا تحفظات على ما فعل بن حديد في بشار بشكل أساسي ولكن هذا الاعتقال ره ظلم وعدوان بن حديد لم يفعل شيء إلا أنه كشف بعض الحقائق اللي استند عليها نظام 92 اللي هو نظام كابرانات فرنسا واللي كانوا الجنرالات وعلى رأسهم القاعد صالح كانوا أحد أدواته الرئيسية فيطلاق بن حديد وقبل ويطلاق المجاهد بورقعة هذا واجب على هذه الجماعة اللي راهم سيطرة على الحكم اليوم لأن موت أي منهما خاصة بورقعة داخل السجن لن يغفره أبدا الشعب الجزائري للعصابة ومش فقط بورقعة كل أحرار اللي هم في السجون رجال ونيسان حديد